يو سيفن باي أرخص وأضمن موقع لبيع كوينز فيفا 20 سريع بالتسليم وآمن ومضمون من الباند والتصفير وطبعا لا تنسى تستخدم كود الخصم الموجود بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنار وسريقي من الوكال اليوم المقطع جديد من سلسل الطريقة للعالمية وحلقة الجوائز الأسبوعية طبعا للأسف يعني أنه يمكن ما يكون هالجوائز الشي فخم لأنه ما كملت كثير بالفوت شامبيون لكن بالديفيشن رايفلز وصلهم لمرتبة جيدة فبدأنا بالبداية دعمكم باللايك واشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين خلونا نوصل فوق الـ 25 ألف لايك على هذا المقطع شكرا لكم عن دعم بالمقاطع الأخيرة شكرا لكم فلا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا ما اشتركتوا طبعا هاي هي تشكيلتي الحالية ما بعرف إذا راح أدلأ قبل بداية الفوت شامبي ولا لا من المصارات، سألتكم عن الظاهير اللي يسار اللي هو Эemerالholt، الظاهير الهولندي تمام؟ وأغلب الناس ما نصحتني باللاعب، بصراحة تمام فقالوا لي أنه طاقة على الفاضي وهو هذا اللاعب تمام؟ قالوا لي أنه طاقة على الفاضي ومو نصايحة أنك تجيبه فأنا بصراحة راح أخد في رأيك وراح خلّي روبرتسون حاليا ومنشوف ما واحد أنه يجينا وبالنسبة للتحدي ارثور وفيداج بعض الناس نصحتني بعض الناس ايضا قالتلي انه طاقة على الفضي رح شوف القلب ورجعت يمكن عن اليوتيوب او شي وبعدين نقرر اذا كنت رح اعمله ولا لا فعنا جوائز الرايفلز وجوائز الفوت شامبين طبعا للأسف وصلت سيلفرون وقفت كنت مضغوط كتير بالمقاطع فما كملت يعني بصراحة فعشرين الف بكيج ميجا وبكيج ما بعرف شو وفي لعب واحد احمر بس يارب يعني هو في صراحة تشكيلة الاسبوع خرافية جدا اذا اجينا للمنطق بيعندك دي بروين عندك نينجولان لوكاس مورا كومان انياكي وليامز يمكن انه غالي او ماي جود ميتين الف اتوقاته هيك يعني هذا اكيد غالي دوري انجليزي اكيد غالي ميتين الف شوف واو دي بروين اكيد فول مليون يمكن سمية وسبعين الف فهاي ابرز اللاعب بصراحة وفي واحد يعني هذا اللاعب طاقاته حلوة بصراحة مع انه الريتنج عنده ضعيف تمام او ماي جود هاته راح وبيبي طبعا فمنقول بسم الله يعني ان شاء الله اللاعب الحمر يكون الحصفية مبتسم هو لعب واحد في الله مهم ان شاء الله يطلع للاعب ممتاز بسم الله الله هياخدكن يا الله يلا هذا دوري انجليزي ما له سيئ بصراحة طاقاته ما بها شي بس كم نجمة قدم ضعيفة اه اربع نجوم قدم ضعيفة جيد والله رشاق والتوازن عنده عالي بس ما راح يفيدني يعني بجميع الاحوال او انه طلع لي دي بروين او شي كنت استفدت فعندي هدول بكجين هنين بيمباعوا مشان هيك راح افتحوا انا بعدين باخد جوائز الرايفلز اللي هي ما بتمباع في يلا بسم الله يا رب انه حظي بتسمع يعني انا مالي لعبان كثير فالمفروض اني انا ما اتأمل بشي اسطوري لكن من اول ان شاء الله اه 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 ام روزة يا الله شو بكرا اه اللاعب ان شو هادى البكش كله لعيبة 24 لعب سبعة منهم عمل معه وكلهم دهبين يعني فرصة انا يطلع لك لعب ممتاز كبيرة يا رب. يا رب. يا الله. استي. بنيجا بنيجا انتقل. والله شكل. ما انا بعرف انه انتقل. ليش لسا حطيناه بوقت. هاد الاسبوع. الاسبوع الماضي لعبت فوت شامبيون. وحرقت حرق فوت شامبيون. نزلوا تشكيلة معافني. هالاسبوع نزلوا احسن تشكيلة. طيب. رح اخذ الجوائز اللي. او ماي جاد. بكجين خمسين الف بكجين الكترون منادر ممتازين. الجوائز اللي ما بتنبع. مشان تحدي ارتور فيدال استفيد منه. طبعا هلأ انا وصلت على الدف ازا شفته بالحلقة الماضية. فرح ناخد هاد الاسبوع المفروض انه ناخد جوائز. يعني شوف عندك التصريف الثاني بتاخد بكج مية وخمسة وعشرين الف. او باخد انا بكجين ما بينبعه فهذا شيء جدا بالنسبة لي لي. تمام? بس لازم نحافظ على مكانة بالدفجين وان. خلينا نشوف الجوائز هي على السريع. عندي بكجين خمسين الف وبكجين الكترون منادر يعني كل البكجات لعيبة من الاخر. يا رب ازا ما بده يطلع لاعب اسطوري يستفيد منه يطلع لي واحد ريتنج عال بس. هاي? ها? ولا وكاوت لحد الان. اي وكاوت مو سي اف. ايوة خلص تمام هيك. الله ياخدك. الله ياخدك. الله ياخدك. الله ياخدك. الاخير بك الجوائز النحس رح سمي المقطع خلص. جوائز النحس. اول لاعب طلالي ثلاثة وثمانين من الجوائز. يعني انا بعرف ان ما لي وصلاني نحب الفوتشامبين بس والله جوائز الرايفلز المفروض يعطوني شي. اه فيه شاشات كامل. ولا تحدي فيدال صعب هيك. كنت متوقع يجيني لعيبة على الاقل يساعدوني شوي. ما جاني شي بيساعد ولا شي. طيب جهزنا ست باكيجات من هدول. يعني. يا رب. على الاقل واحد وكاوت منهم ماشي. عم جهز لتحدي فيدال ولازم يجيني شي متل الناس. انه والله هذا مكلام. ايو اول واحد اثنين وثمانين. بلشنا. المرة الماضية فتحت خمسة كلهم اثنين وثمانين. تخيل كلهم. والله كلهم كانوا. اللي موجودين نانجولان. يعني شي متل هيك. ليش لا مسلا. برازيل سي ام واللي الم سي بي. لا يا ميرندا يا كلب. يا رب. واحد على ال. بس واحد بدي واقاوت. سي دي ام وراته الله ديشتي بكرة على اللعب يمكن عندي يا مكرر لا كوستة منيح طيب بما انه هيك الوضع رح نلعب رايفلز على اساس نجهز مشان اخر اسبوع يكون تصنيف تاني واخد بكش مية وخمسة وعشرين الف طبعا بعض الناس قالت لي لعب اربعة اثنين ثلاثة واحد بتقدر تخليها تناغم كامل لكل العناصر هي الخطة والله بعرف بس اربعة اه مو اربعة اثنين ثلاثة واحد قصدي اربعة اثنين ثلاثة دفاعية بس داخل الجيم لما بحط اربعة اثنين ثلاثة دفاعية بيبلشوا والله كلهم بيتغابوا ما بعرف شو بصير حتى ان هيك عملعبوا عن تناغم نايس انا ما عندي مشكلة يعني كان ممكن انا اشبك اه اه يعني بني ادر و جيلسون وكذا وما بعرف شو لكن لا هيك انا بخليها حتى هيك مرتاح فيها الاربعة اخمسة واحد هديك بيضي بيتغابوا جوة الجيم فيها فيا الله خلينا ننطلق على اول مباراة واو اخيرا لقيت خصم ديفيجين الاول ما في خصوم يعني ولا كيف او ماي جاد انا شو اخدني على الديفيجين الاول عندك بنيادر كمان نحط في النص يلا او ماي جاد انسحب الخصم يا حبيبي كنا اخدنا فوز على الال اوكي اشتريت ادامة راوري نسخة الهالوين بحوالي 200 الف راح جربه بالجناح اليمين هو اسرع من جيلسون الفيزيكا لعنده رهيب لانه دايما لما بيلعب ضد بيكسر تكسير بالمدافعين عندي فقلت لحالي ليش حتى ما اعطيه انا فرصة واضمه لفريقي تمام راح نجربه ونشوف بسم الله الرحمن الرحيم طيب لا 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 يا حبيبي واقفلي على الخطة تاهم تستناني لحتى ايجي شوط يعني مشان تشيله ما بدي يشتغل غباء من اول المباراة يا الله قديشه سريح هذا اقرب معي ولا واحد يفعل اشيك شوارع حاسه شباب شباب فيها خطورة الله عند الكورالان كورالان يس ماركوس اكونيا خطها لأ الله عليك بنيادر لا باتالي والله انك متخلف ممقلكون دفاع الشوارع شوف 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 وين نريح خلاص حبيبي خلاص خلاص خطير زنيتي كيف رح يتصرف فيها حرك الحارس يا حرام وما معرف شو صحبت بس ايك صحبة بسيطة مشيك يا الله يا الله حرام والله والله حرام مليون من رقطاع مشان ترجع له يلا مباراة حلوة والله مباراة حلوة بس كان المفروض نكون احسن من هيك دعم تراوري بساطة ضاعة بصراحة يعني شوف تقييمه قليل الاجنح عندي كلهم تقييمه ننازل نعم بعرف شو لازم ساوي يمكن عطي بطاقة زودة شوي بالبساط او شي مثل هيك او تشكيلة ايطالية يس الله عليك فرنار حلو لا حرام عليك حرام يا الله عليك فرنار حلوين 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 حرام حرام بيليبن ايديه لازم اطلقه اهداف كتيره حالة تعادل اي هذا اللي بصير معي لما بلعبه من فوق الحارس شيلا شيلا لا ياخد ركنية تانية هذا حكم نسيان في فولات باللعبة بكرة القدم نسيان كل شي ما في ولا فوز ولا فوز اليوم ولا اي فوز اخدنا جائزة بكيج ميغا لنشوف حظنا كيف انا مالي متوقع يجي شاشات حتى اليوم كل شي مضروب عندي لا حظ في ولا جيم بلاي في ولا شي وكاوت لا والله حلو مشان تحدي فيدال بس رح اقول اوكي مو مشان شي تاني والله اوكي يا جماعة فخلص رحط لكم التصويت هل اعمل تحدي فيدال ولا لا اول ما ينزل المقطع رح شوف هيك بعد كم ساعة نتيجة تصويت وعلى هل اساس رح شوف اذا رح اعمله ولا لا رح يكون محوري طبعا تشكيلة الخمسة وثمانين عندي تعتبر جاهزة وفي تشكيلة تانية جاهزة وتشكيلة السبعة وثمانين كمان جاهزة بس بقى الى نوير وبيبقى واحدة تشكيلة ستة وثمانين تمام فما ليعرفان يعني ممكن ان ادفع عليه بحدود المية وخمسين الف هل انتوا شايفين هالشي بيستاهل ولا لا لا فاكتبوا لي رأيكم تحت بالتعليقات فانا محتار كتير بصراحة لانو ما ليعرفان ازا رح ساوي ولا لا فعلى كل حال هيك بنيدر اقول لنوصل للنهاية لا تنسوا لايك واشتركوا بالقناة اذا ما اشتركتوا خلونا نوصل فوق الخمسة وعشرين الف لايك وانشروا المقطع بكل مكان ديفيجن الاول جدا صعب ما رح ضل فيه بصراحة رح نزل حالي على ديفيجن تاني لانو احيانا بحب العلعب قبل الفوت شاميان مشان حميه لكن هنيك اللي بالديفيجن الاول كله فايت مشان يفوز واللي هو السجل هدو في ضيع وقت بيت المباراة ما عنده مشكلة فما نعرف انزل رح تضل او امكان ارجع انزل غالبا رح ارجع انزل لانو ما عاجب ان الوضع هنيك اطلاقا متل ما عاملكم الناس مريضة بالديفيجن الاول من الاخر فاكنا ندرقول نوصل للنهاية فبس هدريكا عندي اليوم في امان الله اشتركوا في القناة